أيامك خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة الإمام المهدي الفضائية ونبارك لكم ولادة الإمام صلى الله عليه الإمام الحسن المشتبى عليه السلام وأيضا نرحب بأصدقائنا وضيوفنا الكرام ونبارك لهم ولادة الإمام صلى الله عليه وبهذه المناسبة نقدم لكم بعض الحلوى ببركة الإمام صلى الله عليه وتسمى في بعض البلدان بالقرقيعان أيضا فكلوا هنيئا مريئا على بركة الإمام صلى الله عليه وإن شاء الله يكون فيها الشفاء والبركة فإن شاء الله تعالى حديثنا في هذا اليوم عن أصول الدين وأحنا عدنا في الشريعة الإسلامية أصول دين وعدنا أيضا فروع الدين أصول الدين مما يجب على الإنسان أن يعتقد به من غير أن يقلد فيها أحد أما فروع الدين مثل الصلاة والصوم والزكاة والخومس وباقي العبادات والمعاملات فيجب على الإنسان أن يرجع إلى من هو أعلم فيها منه يعني يرجع إلى العالم المستهد المرجع الذي يكون جامع لهذه الشرائط شرائط الأعلمية وشرائط الإجتهاد حتى يبين له هذه الأحكام من هذه الشرائط أن يكون طاهر المولد وأيضا منها أن يكون ذكرا يعني رجل فلا يصح تقليد المرأة أحسن إلى بقية الشرائط وعدنا أيضا إحنا أصول الدين أصول الدين اللي هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد ذني أصول الدين الخمسة شيخ الله أما هو المعاد؟ المعاد يعني هو يوم الحساب يعني يوم اللي ترجع بالناس إلى الله سبحانه وتعالى فيجازي كلا بما يستحق يعني يجازي أصحاب النار بالنار ويجازي أصحاب الجنة بالجنة شيخنا؟ بل شو معنى التوحيد؟ أحسن التوحيد هو أن لا يرى الإنسان لله شريك يعني أن لا يرى سوى الله سبحانه وتعالى يعني فقط الخالق لهذا الكون هو الله عز وجل وهذه الأصول الخمسة لا تعرف ولا تعلم تمام المعرفة وتمام العلم بها إلا من خلال الإمامة يعني من خلال الإمام سلام الله عليه نستطيع أن نوحد الله تمام توحيده ومن خلال الإمام سلام الله عليه نستطيع أن نؤمن بعدل الله تمام العدل ونستطيع أن نؤمن بالمعاد تمام المعاد تمام الإيمان عكم ونستطيع أن نؤمن بها بيقين تام إذا رجعنا إليهم سلام الله عليهم والإمامة أشرف ما في أصول الدين ليش؟ لأن بها عرفت باقي الأصول يعني أنت ما تعرف باقي الأصول كما من معرفة إلا من خلال الإمام سلام الله عليك والإمام هو المرشد والمهدي لطريق الحق ولطريق الجنة يعني من خلال الإمام راح تسلك أنت الطريق الذي يؤدي بك إلى الصراط المستقيم أحسن وأن تدخل بإذن الله سبحانه وتعالى الجنة وقد وجبه على الإنسان أن يطيع الإمام طاعة تامة أن يسلم الإمام تمام التسليم بحيث يفعل ما يأمره الإمام حتى أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فأولي الأمر مننا يعني من هذه الأمة اللي هم أهل البيت سلام الله عليهم فعن الإمام سلام الله عليه حينما سئله فقال أوصى النبي صلى الله عليه الإمام باقر سلام الله عليه فقال أوصى النبي صلى الله عليه وآله إلى علي يعني الإمام عليه سلام الله عليه وإلى الحسن وإلى الحسين ثم قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الأئمة عليهم السلام من ولد عليهم سلام الله عليه وفاطمة سلام الله عليها إلى أن تقوم الساعة إذن تجب علينا نحن المكلفين أو المكلفون أن نطيع الإمام تمام الطاعة لأنهم هم أولي الأمر الذين أمرنا بطاعتهم ولا يصغى إلى ما قيل في تفسير هذه الآية لأنه من اللغو الذي أمرنا بالإعراض عنه يعني تؤول إلى غير تأويل هذا هذا أصلاً الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإعراض عنه لغو لأن أهل الكتاب هم أعلم بما في الكتاب فمن خلالهم نعرف ما في الكتاب لا من خلال غيرهم فإذن يجب على الإنسان أن يطيع الإمام وأن يسلم له لأن الإمام يهدي إلى الصراط المستقيم وإلى طريق الحق وإلى أصح الاعتقادات التي تأخذ بالإنسان إلى طريق السلام إن شاء الله تعالى شيخنا هل يفضل؟ لماذا نطيع الإمام عليه السلام؟ أحسنت سأل أخوكم أحمد يقول لماذا تجب طاعة الإمام؟ لأن إحنا مو قلنا يجب أن يطاع الإمام وأن يسلم إليه تمام التسليم فيقول ليش إحنا يجب علينا أن نطيع الإمام؟ فمنه منكم اللي يقدر يجاوزون؟ شيخنا بلي فضل شيخنا إحنا نطيع الإمام لأن الله أمرنا بأن نطيع الإمام أحسن جاوب أخوكم مصطفى يقول إحنا سبب طاعتنا للإمام سلام الله عليه هو لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهم الله سبحانه وتعالى قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فهذا الأمر هو إحنا من خلاله أطعنا المعصوم عليه السلام أطعنا يعني الإمام فأحسنت وأيضا نحن أنطيع الإمام امتثالا لأمر الله عز وجل يعني امتثالا لما ورده في القرآن الكريم من وجوب طاعة الإمام والتسليم له تمام التسليم وأيضا ما ورد في الأحاديث الوارد عن أهل البيت وعن النبي صلى الله عليه وآله من لزوم اتباع المعصوم ولزوم الإطاع له والتسليم له قد يقول الإنسان أن العقل بإمكانه أن ينظم حياة الإنسان فنقول له أن العقل يستطيع أن ينظم الأمور المعيشية للإنسان لكن لا يستطيع أن نرشد الإنسان إلى طريق الجنة يعني العقل بما هو عقل لا يريد طريق الجنة يعني ما يعرف يقول لك أنه بالصلاة تدخل الجنة ولا يقول لك بالحج تدخل الجنة لأن هذه الأمور الذي اللي علمنا بيها هو الله سبحانه وتعالى هو خالق الجنة فلا تعلم إلا من خلاله فلذلك احتاجينا إلى الرسل واحتاجينا إلى الأم سلام الله عليهم فغاية المعصوم هو إرشاد الناس لما فيه صلاح أمرهم وآخرتهم يعني يرشد المعصوم يعطيك تمام ما يصلح به دنياك وتمام ما تصل به إلى أعلى الدرجات في يوم القيامة في الجنة إن شاء الله تعالى وإن شاء الله نكون وإياكم من أهل الجنة نعم أعزاء المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا بهذا اليوم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد أيامك خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان يا رمضان